اشتركوا في القناة على مشروع القبة الحديدية السيبرانية والذي يتعلق بانشاء منصة دفاعية مشتركة ضد الهجمات الالكترونية المتوقعة من قراصنة ايرانيين ومختلف الاعداء المشتركين الامر الذي يمهد لانشاء اول منظومة دفاعية مشتركة في هذا المجال بين الدول التي تعتبرها اسرائيل جزءا من معاهدات السلام التي تطلق عليها اسم اتفاقيات ابراهام واكدت قناة كان العبرية ان المسؤولين الاسرائيليين اجتمعوا مع نظرائهم من المغرب والامارات العربية المتحدة والبحرين الخميس الماضي من اجل مناقشة فكرة انشاء منصة مشتركة للدفاع السيبراني ضد الاعداء المشتركين مبرزة ان الامر يرتبط بوجود تهديدات متزايدة من طرف قراصنة ايران وسيكون المشروع موازيا لتعاون الدول ذاتها في مجال الدفاع الجوي ونقلت القناة عن رئيس المديرية الوطنية الاسرائيلية للانترنت قوله ان الاجتماع نتج عنه اعلان مشترك من الدول الاربعة بخصوص التعاون في مجال الانترنت في مواجهة الهجمات المتوقعة من اعدائها واصفا الامر بالتاريخي وابرز ان المشروع اطلق عليه اسم القبة الحديدية السيبرانية ويواكب نظام الدفاع الجوي الاسرائيلي الذي طورته شركة رافييل وشركة صناعات الفضاء الاسرائيلية ويأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه اسرائيل والمغرب ودول الخليج على تنسيق اكبر تجاه التهديدات الايرانية والتي شملت ايضا المجال السيبراني حيث سبق للسلطات الاسرائيلية ان اعلنت عن قيام طهران باختراق منصة معروفة لمحبي السفر في يوليوز من العام الجاري ما مكن قراصنتها من الوصول الى معطيات اكثر من 300 الف اسرائيلي وتعتبر الامارات ان ايران تشكل تهديدا عليها حيث سبق ان قامت ميليشيات جماعة الحثي الموالية لايران والتي تحصل منها على اسلحتها بمهاجمة الاراضي الاماراتية بواسطة طائرات مسيرة عن بعد في حين يتهم المغرب طهران بدعم ميليشيات جبهة البوليسري والانفصالية من خلال تسليح وتدريب عناصرها بواسطة الحرس الثوري وحزب الله اللبناني الموالي لها وفي 2018 اعلن النغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع ايران وذلك بعدما اعلن وزير الخارجية المغربي انها متورطة في تدريب وتسليح عناصر البوليسريو داخل مخيمات تندوف مبرزا ان حلقة الوصل في الامر هو مسؤول في السفارة الايرانية بالجزائر وفي اكتوبر الماضي ومن داخل مقر الامم المتحدة بنيويورك كشف السفير الممثل الدائم للمملكة عمر هلال وجود مؤشرات لتزويد طهران مسلحي الجبهة بطائرات مسيرة ترجمة نانسي قنقر